الحمد لله إحصائية عدد زيارات المواقع الإباحية في رمضان في دولة عربية في سنة من السنوات 350 ألف زيارة يوميا طيب الله يقول يدع شهوته من أجله إذا كان الحلال وهو الزوجة نتركها فكيف بالحرام ثم ماذا ستنتج هذه الأشياء في البعد عن الله إفساد الصيام الوقوع في أنواع من الشذوذات نسأل الله العافية